اشتركوا في القناة ونبقى في نفس مستوى المنافسة حيث قاد أسطورة البرتقال كريستيانو رونالدو منتخب بلاده للتعادل أمام إسبانيا وشهدت المباراة مفاجأة أيضا مدوية فقد قام رونالدو بصنع تمريرة حاسمة صحيحة بعد أربعمائة عام من المحاولة مما أثار ذو لحمدون وجعله ينزل إلى الشارع ويطبل للأسطورة كريستيانو رونالدو ترامب الهولندي مدرب برشلونة الجديد بتصريح مثير ميسي لديه مشكلة بدنية عليه العمل عليها وأنا أقول فلتغلق فمك أيها الأشقر اللعين وشكرا لكم وهذا ما جاء بأبرز العنوين فاصل قصير من ثم نواصل نشرة الأخبار سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرسل بكم معزل المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم رسمياً برشلونة يورط اللاعب بيانتش ويضعه في موقف محرج طبعاً أنت أكيد مدام وقعت لبرشلونة فأنت في ورطة ولكن الورطة اللي بنا نحكي عنها مش إن نواقع لبرشلونة لا هي مفروغ منها الورطة الثانية اللي هي الصحفي لما سألوا عن ميسي أكيد يعني إيش بتشوف ميسي فهونا اللاعب انعجق لأنه قبل أكم من سنة لما وقعوا مع رونالدو يفينتوس طلع بيانتش وحكى أنا الآن ألعب بجانب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم فهس أنت جاء تسألوا نفس السؤال وهو برحمة برشلونة أحى يا بتغير أقوالك وبتقول إنه ميسي أفضل لعب بالتاريخ يا بتظل على أقوالك إنه كريسيا رونالدو أفضل لعب بالتاريخ ولكن راح تخسر اللعب مع برشلونة وهيك راح تصير تبيع حفايات في سوق الجمعة ولكن اللعب ذكي ذكي جداً ما توقعتاش منه طلعوا حكى بالتأكيد أنا الآن ألعب بجانب كائن فضائي الله أكبر عليك إيه الحلوة دي فلو حكى إنه والله ميسي أفضل لعب في التاريخ راح يقوله ما انتا قلت إنه رونالدو فهنا راح يحط حاله في موقف تاني فراح قال إنه ميسي كان فضائي يعني هو أحسن من رونالدو أوسخ من كده مفيش أوسخ من كده مفيش عمري ما شفت أوسخ من كده وكيل أعمال اللاعب جاريث بيل لريال مدريد عليكم تقبير الأرض التي كان يسير عليها حتى وكيل أعمالك زنخ زيك أني أرض أني أرض اللي قبلوها أني أرض اللي كان يمشي عليها جاريث بيل متى مشى أسألك بالله أنت وكيل أعمال وأنت ما تشفتوا بمشي ها ما هو يام جبصا يام بالمستشفى ياتقضاها عسرير عليكم تقبيل السرير التي كان ينام عليها جاريث بيل في المستشفى أني أرض أعطيني أرض كان يمشي عليها قريث بيل أنا مستعد أقبلها سوف ألحسها لحسن ملحوسة إيش بدك أحسن منيك؟ يلا ولك لسه ما وقع مع تتنهام أعلنوا أنه سيغيب لمدة شهر عن تتنهام الله أكبر هذا لاعب ولك الله لا يوفقك يا بارترا اللي عملت من هذا المتخلف إنسان لاعب إنسان لاعب؟ آه إنسان لاعب مش هو فقعته كتب وحطيته في الجمهور مش كان ناس مرتاحين منه من وكيل أعماله؟ قول زالو هيقويين يصدم انتر ميامي الأمريكي ويهدر ضربة جزاء في أول مشاركة له مع النادي أسألك بالله مصدوم انتر عين بعينك انتر ميامي يحط عين بعينك انت مصدوم إنه هيقويين ضيع ضربة جزاء يعني انت مشتري اللاعب إيش متوقع منه ها؟ مشتري هيقويين متوقع منه والله تجيب لك سوبر هاتريك ولكن نادي اللي بوقع له هيقويين بتعرف إنه أندية الخصوم تطلع تعمل احتفالات ها؟ وأكبر دليل انه لما ضيع ضربة الجزاء النادي اللي ضده كان مجهز لإحتفال مجهزين رأوا عليه وبلش يحتفلوا نادي أتلات كومدريدي يفتح البابة أمام التعاقد مع ميسي الموسم المقبل لا يا كابتن مو هيك الحياة سهلة يعني انت وقعت مع سوريز مو عادي انك توقع مع ميسي مو هي سوريز النادي طر وطر عشان هيك انت وقت وميسي النادي ما بدي يطره أصلا متمسك فيه زي انت فاهم كيف فمو صلط الموضوع أول تعليق من اللاعب دي سيد القادم من أيكس بعد انضمامه لبرشلونة حيث قال أنا لم أنضم لبرشلونة من أجل ميسي لا لا أقف أقف رحمل والديك دخيل الله دخيل الله يعني احنا يوم ما نشتري ظهير بفهم في الملعب ولعيب ومراوغات وحركات يطلع بفهمش بره الملعب طلع أحمار بره الملعب حد بصرح هيك تصريح دخيل الله دخيل الله نيال الخريطيات فيك الله يبارك كلهم تخيل مدرب باريس سان جيرمان يهاجم إدارة النادي حيث قال أن قائمة الفريق ضعيفة جدا نعم يا أختي ضعيفة قلت لي منور طب إذا ضعيفة طعميها حلويات بتصير ناصحة ها 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 أنا عناب ومنين منتا مظل غير جب لك ماردونا وبيلي رسميا إيدن هازارد مصاب مجددا وسيغيب عن النادي لمدة ثلاثة أشهر يا رب يا رب يا رب أصير صاحب المستشفى اللي بتعالجوا فيه لعبة ريال مدريد والله لا أقرش بروح قارف بل بيجي هازارد والله لا يوفقكم سبورت الكتالونية ديمبلي غادر التدريبات وعاد لمنزله لشعوره ببعض الانزعاجات العضلية لا لا صدمة كبيرة يا ويل قلبي أنا مش مسدك مستحيل نهاية غير متوقعة ديمبلي يشعر بانزعاجات العضلية؟ لا 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 آخر إيش كنت بتوقع بهالدنيا إنه ديمبلي يشعر بالانزعاجات أعتقد أنه وكيل أعمال ديمبلي رح يطلع ويقول كان عليكم تقبيل الأرض التي يحبي عليها ديمبلي المصائب تتوالى على برشلونة كيكي ستين يرفع قضية على برشلونة من أجل مستحقاته أنت لسه إلك عين تطلب مستحقات ولكنت المفروض برشلونة يرفع عليك قضية مشاركتك باغتصابهم من باير مينيك رسميا إدارة برشلونة تفجرها برشلونة لن ينتظر عاما كاملا للتعاقد مع إيريك غارسيا من مانشستر سيتي نعم لن ينتظر عاما كاملا سوف ينتظر خمسة أعوام وسيخرج أشرف بن عياد كل عام ويقول إيريك غارسيا على نار هادئة خبر عاجر خبر عاجل بيت رونالدو خبر عاجل بيت رونالدو يتعرض للسرقة أثناء مباراة البرتغال وإسبانيا كله من وراء مرتك ضب مرتك ما خلت زاوية في الدار غير اتصورت فيها إشي طبيعي أنا أنا إذا ما أنا لو أدخل عدارك بغمي وأنا مغمي بسمعلك إياها وين الثلاجة وين اتخذ وين المصاري وين كل شي كل شي من وراء مرتك ما في زاوية في البيت غير اتصورت فيها كل خير أهدى واخني زين الدين زيدان في ورطة بعد إصابة الحارس الأول تيبو كورتوى إصابة عضلية مع مع انتخب بلاده وبالتالي سيغيب عن الكلاسيكو وإصابة الحارس الثاني لينو بفيروس كورونا سبحان الله الاثنين انصابوا مع بعض يعني مش عايفش أقول يعني بس يعني الكلاسيكو قرب إش طبيعي لازم العالم تبلش تهرب إش طبيعي يعني كورتوى هرب من الكلاسيكو عشان ما يوكل السادس هاي فهمناه إنما لينو يا أخوي ليش دك تهرب مين دي يصوف هالساعة القول ها مارسلو ولا راموس ما هو ذول اتنين برضو لو صح لهم يهرب بور بس بقدروش وبعدين برشلونة بطل يخوف ما هو بوكل بالسبعة والثمانية قاعد ما لهك بحكي مش عارب كريستوبال سوريا على إدارة برشلونة إعارة اللاعب جريزمان إلى بايرين ميونيخ لكي يعود إلى البرشة مفتولا للعضلات مثل كوتينيو هاي شباب الصبايا معكن الكوتش أمجد من أفضل جيم بالتاريخ كيف حالكوش أخباركو؟ اليوم عنا تمرين لعضلة الإيد هاي دي العضلة يسمها عضلة شو اسمو؟ الهديكة وهاي دي العضلة يسمها برضو عضلة الهديكة لأنه هاي وهاي نفس هديك فأكيد هم عضلة الهديكة وليوم بدنا نعمل تمرين لعضلة القلب رغم أنه عضلة القلب ما إلها عضلة ولكن لازم نعوي بعد زر نقوي بس مو غلط أنه نعوي يلا بينا نعوي نقول هر 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 ملعون أبو منين ما انتا يا كريستوبال سوريا ما احنا نادي حديد نادي حديد ما احنا قابل تبعتنا مين هذا يلا ويب هي كهات زر مشاهدين بتكون انتهت حلقتنا هذا اليوم بس قبل لننهيها خلينا نشوف مع بعض فيديو الأسبوع تفضل مرحبا يا صديقي هل تسمح لي بأن أهايط علي أهلا صديقي تفضل واجلس وبهيك عزيز المشاهدين بكون أخوكم وبسروها لعلمكم الطريقة الصحيحة لكيف تدخل غرفة فيها شخص في الداخل مش زي ما أنا دائما بدخل بدفش الباب وبخلعه وبصربع اللي جوه وشكرا انت تكلم قد ولايك شير سبسكرايب ما لقيت مقطع فيديو للأسبوع والله دورت ساعة كاملة وأنا دور ما لقيت فقلت أنا بعمل لكو فيديو توعوي احنا قناة توعوي يعني شو مالكو شو فاكرين اليوتيوب عبارة عن مزخرة ما في مزخرة في اليوتيوب احنا ناس هادفة حياتنا لكو لايك شير سبسكرايب إذا مش مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات لحطي وصل لكل فيديو جديد واذا مش ضيفنا على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيسبوك وبس انستجرام فيسبوك رابط الشوص متعث في الديسكريبشن واذا مش ضيفنا على القناة الإلعاب قناة الثانية بنزل فيها لعاب متهنوعة و فيضعي وماعك اخوكم وبسروالان التوعوية والسلام ولكم